ذاتنا ياسر نحكيه على المواضيع من نوعها هذية وطرقنا الجانب مهم أنه المحامين كيفاش ولينا اليوم وكأننا نفتخر بأنه حتخل السجن في إطار التسويق للأسماء امتاحهم على قضية مريم الادباغ وحنان العش مثلاً يستحق أنه نحكيه عليه لأنه مقام به بالنسبة لي يحية سيمير الوافي البارح نعرفه عنده قضية في الثلب شاكي بمريم الادباغ ومحكومة فيها هي باربع أشهر سجناً ابتدائياً يحب التدوين يقول فيها لأنه نعامل الناس بأخلاقنا ولأن فضيلة التسامح والتجاوز تغنينا عن رذلة الانتقام نظراً للظروف التي تمر بها حالياً مريم الادباغ في الإيقاف فإنني قررت إسقاط حقي في تتبوحها في القضية التي رفعتها ضدها وبدون شرط الاعتذار الذي كنت متمسك به سابقاً لن أكون مرتاحاً وسعيداً لو شاركت في مزيد تعكير وضحة وهي فيذيقة وأكتفي بالدرس لعله يكون فرصة لمراجعة النفس وأرجو أن يترفع بقية المتقاضين ويتنزلوا فالمطلوب من التقاضي ليس التشفي والانتقام بل الدرس وقد حصل ذلك ورب يفرج عليها وعلى كل الذين في محنة نحبكم عليش اخترت الستاتوية هذي؟ قد تكون قضية هاميشية بالنسبة 12 مليون تونس اللي يسمعوا فينا ولكن نحيشه في وقت متاع الكرة والحقد وشعر النار وانتقم وغيره كذا هذه الستاتوية بتاع سامير للأمانة أعجبت به نبدأ بسندريلا وبعد نقيبه أنا مع العفو عند المقدرة من أحسن وأفضل السمات اللي لازم واحد الإنسان يتحلى بهم هم اللي التسامح والصفح والعفو وإننا نكونوا عباد متسمحين مع غيرنا ونحاولوا نتجاوزوا يمكن المشاكل ولكن زيدا مهم جدا أنا نعرفه اللي في بلادنا اللي يتعرض لك باللسو ولا يسبك ولا يشتمك ولا يختب كرة وفما قضاء وظهر اللي بدينا نشوفه هذا عبر مواقع تواصل الاجتماعي كل مرة نشوفه اللي يتعدى عليك وفما قضاء موجود في تونس وتنجم تشكي بي ولكن أنا ضد أنه ندخلوا الناس للسجن هاو كان حاولوا أنه نتعلموا الدرس ومعتش نتعديوا على الناس وزيدا ننقضوا الناس معنا بكل احترام مناجم نوصل لنا فكرتي كيما نحب مغير مأوسي إلى غيري يعني أنقضوا المواقف ولا الأشخاص ناكي مهم أنا سوي كل حاجة هاكي خلي تهفت هالبلاد شوية وينقصوا الكرة وشماتة وثقافة خلنا نتقم معه موقف صديقنا سامير الوافي موقف إيجابي يشكر عليه معناه وفيه برشة رجلة وكل شيء حاجة إيجابية وهي رب يفرج عليها وكيما قلنا للمرض والموت والسجن ما فيهم جشماتة رغم اللي أوتو بروتز أنا ما كتعرفني رفيق أقوله كلمة كتبه أمشي معتها هي من هي في الأخر بالكل معتها ماذا تفعل معتها لشي فنانة لا أعلامية لا 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 تسمع بها لا ما هي مهنتها في تقتاري معتها أكترا وصلنا للوقت اللي العبادتو اللي تصورها أونكولور أكبر من لك معتها 50 متر على 50 متر ماذا تفعله ملسته أدري رب يفرج عليها بيأسير ذكا ماذا تفعل موضوع آخر يا روح أستقرام واني قلت من عادة نحكي وياسر على حاجة هكامة مهم خنقوله مشكلة هاو تحكمت عليه وعلى والدتو معنا ونعرفه سمير على أخذ والدتو لكن ماذا قال هي في حبس اليوم أنا نحي لقضيها متاعي خنحيه شوية الغلل اللي ولينا عايشين بيها لفلاش من اليوم والله يا رفيق اللي قام بيها سمير مو سهل معناتها أبار سبت له ولت له جبدت له عرضه نعتته بأبشع النعوط تحب ولا تكره هو إنسان والإنسان عنده عائلة معناتها فيديو وأنا تفرجت فيه رأوا حاجة لا تصدق معناتها اللي قام بيه سمير بالحق مش بسير يعطيه السحة وستام مساج بوزيتيف خليه يهفت الكره بيناتنا ونرجع أخوي كي ما قبل لنا يحكيولي على تونس قبله مقداد يبدأ يحكيلي على حوامه وحاتم وناصر كيفاش كانوا عايشين لعبت كانت تحب بعدها رأوا مهم حتى رأوا كي مش نبدأوا نعيشوا في المجتمع نكره في بعضنا ونحسدوا بعضنا ونسيبوا بعض هاي أختي يا أميمة بعدها حتى البركة كتير والله ربي بتحس ربي مطير بركة من المجتمع اللي نحن فيه ونحن منهم خاطر ياسر كرة ياسر نسيبوا بعض في مقام بيه السمير الوافي أكيد مش بش نسمع طوي السمير حتى اللي يقوم العشرة ونصر يسمع حاجة يارا برش الثمانية وثينة واربين سيقة نمشيوا لأخبار الموالي تصل بينا المحامي البارح متاع أخنا حنان أحمد بن حسانة وتحدثنا وياه وقالي راو الهدف ما كانش إنه نقول راو توقفت كان خبر جاف حبطتوا على الصبح متاعي مساني سيابت لخبار كل كل يوم أي مساني سيدي مياه أي خبار يصير حت نحبت لخبار في تلافة مثلا يسابت فرجاني سيابت خليني كل خطر هو ليه بالمحامي حاجة بركة يوعد يقول راني أنا عامل كل مساعي متاعي من أجل قناع حنان عشانه تتخلى ما نحبوش الحبس حتى حدره يحي عليها على أقل وإن شاء الله يخرج يصري حي اليوم يطلبوه هو هاي وحي منو نقضوه هاي صفار هاي يطلبو محمود وتشتنعت الحكاية جارو مصري أنا خساب قلت محمود خارجية القطرية تفاوض مع الناس أكاكا محمود تتعذب محمود ينتيرو لمصر الاتحاد النقابية الفنية المصرية يعلن في علاقة بالكيان منع التحامل مع الكيان المحتل ويؤكد أن النقاب ستقوم بشتب وإلغاء كل الاشتراكات وكل التسريح المهنية لكل من يتعامل مستقبلا مع الكيان العدد واليوم وهل أنه 7 أكتوبر سيكون منعرج في حلاقة بالأمور الفنية نبدأ بك أنت نرجع لك نقي بلاجة وك أنت يتوى أنا ما أعطيت شعب أبدأ نعطيت نقطة تعجب علىه عام 2023 معناه يقولوا هم من يتعامل مع الكيان السيوني نعقبوه كيان سيوني جاوية البارح في العشية كيان سيوني عنده قرون ومصر وعب سبعة وشتوهات ما كله معناه توا فطنه دي ما أقبل إخذوا قرارات في الحكاية ذيه أنا ما يصير اليوم منعرج تصير فيه بريس دو كنسيونس نأخذوا قرارات عادي معناه اليوم هم عندهم انتفقية كام ديفيد مثلا في مصر وعندهم وبدلت وغيروا ولكن نقابل فنية قطل كنذي يعني الفنين اللي يمشي نشتبه أنا خاف من الناس هذو ما أكل يرقد يقوم يقول توا منعرج منعرج تعشنوها هذي قضيه في دمنا احنا احنا عيداءنا للكيان السيوني ما هوش جديد احنا قلنا هاماك العام وانتي شفت حتى انا موقفي قبل وانتي ريت مليكنت انا نقيبة ما فماش هذي التعامل مع كيان السيوني شطب كامل مفيش كلام احنا في تونس معنيش معنا كيانتي تقول نشتب سور تيرام ما عندوش وزن كبير لما يرزمون قانون هكا نقيبة كيانتي تحبب تشو مثلا غش فنان مش غنى لإسرائيل اي بصراحة ولأول مرة نقولها في وسائل اللي عليم نقابة ريانة هرا وماش تمعت شيء والسلام عليكم شمعنية ريانة يعني أنا باسمي بوجهي ندخل وزير داخلية ونعب بتربعة اشنال في بوليس ونعمل بطاقة الاحتراف والمراقبة كل شيء ما فماش حتى احترام للهيكل القانوني للنقابة متاع الفنانين لانو حتى كي كنا معا معا تابوبي يحترم النقل خطر النقل نقابة فيها الاف محمود ولا تربية ولا الصحة ولا فهم انت فنانين انت ما يرى بعمل ناس وكذا وتيب المندق ومصو عفكمو ايه ما حسب الهيكل دمرها النقابة ايه ما حسب الهيكل القانون اللي تحكي فيه ولي انت تعرفه انت عندك السلطة انك توقف مغني انه يغني ولا لا انا وقفت ومش النقابة انا اه انت معا نقابة ايه ايه يقولك يقولك بنا روح معا ايه عامل فرقة وطعب ايه اخي انا مشيت تعمل ديسونت معا ايه 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 مشيت لجربة وقتها ليبيا هبتوا توانسة ايه محمود اه وطلعوا وطلعوا ليبيا مشيت مشيت شنو معانا ياسر كيان بتاع نقابة واحد اه لوب اللي مدير اقليم الامن بتاع عامل الدين اه لوب سيم مقداد مو سيم مقداد شو احوان كذا ايه عندما تتحول الناقابة واحدة تتدخل زيادة ديما ديما النقيق بطرة ديما عنده بطرة وقاس في الماء ويزن فمتع الماليه الكبريات يويل ويرقى فنين اجنبي امو والله ينفحكوا عليه امو والله المقداد دافع على برشة 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 عباد مش معروفين واخذي لهم حقهم والله برشة بعرفهم كانوا ينقضوا فيك نقيب والكواليس يقولنا نقيب وفقدنا يميته كله نحنين برشة نعود بعض ال انا حبيت تقول رفم امن عرش توافقني نقيب وانت صلح لي في مصر هم غاديك عمادة معناها مثادقة عليها مجلس النواب وبقوانين وعندهم معناها السلطة متاحهم وكي يضربوا على الطاولة كل شيء معناه يكون في بلاس يعني مصر تحكم في النقابات غاديك سوى نقاب المماثلين او الفنانين يحكموا في المماثلين يحكموا في الفنانين يدخلوا بينتهم بالسلح يحكموا عليهم زيدا اذا هو ممنوع انو يمثل رو ما يمثلش ما فهم مش كليم خطايا زيدا كيف كيف ماذا بينا احنا في تونسا كي تولي الامور قانونية والفنانين لكل امورهم قانونية بشكاكة حتى حد ما يتظلم وكل حد يخذ حقه كان تولي الامور كيما مسره يعود يرجع كل يوم اي حفلة مطلب وتمبري ومثمون وتساور ساعة انت بالنينينيني اعدامي علي تعود بعد الفصل حراماين صباح الخير تونس ابدا صباحك ببرشة